عبر هذا الطريق تبدأ القوات الراجلة باقتحام محيط قبر يوسف تحديدا في المنطقة السفلة للنقطة العسكرية على قمة جبل جرزين كانت كلمة السر للحدث الأصعب والاستثنائي وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية هنا انفجرت العبوة الناسفة شديدة الانفجار في قوة الراجلة إسرائيلية أثار الانفجار واضحة وجلية في عين المكان الكثير من الشضايا البيان الرسمي للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول بشكل واضح أن أربعة جنود إسرائيليين أصيبوا خلال هذا الانفجار بينهم ضابط إسرائيلي بعض الإصابات متوسطة وإصابات طفيفة بالتأكيد شكل ما حدث فشلا استخباراتيا لجيش الاحتلال الإسرائيلي سيما وأن العملية تتم في طريق روتيني يعبره جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المنطقة حلال الليلة اقتحم المستوطنون قبر يوسف نحو 30 حافلة للمستوطنين أكثر من 1500 مستوطن على رأسهم تسيفي سوكوت اقتحموا قبر يوسف واندلعت مواجهات عنيفة واشتباكات متعددة واستهداف للأليات العسكرية بعبوات ناسفة وعمليات إطلاق نار الهلال الأحمر الفلسطيني قال أن في قتام هذه المواجهات ونهايتها قد أحصى 94 إصابة 85 إصابة منها بالاختناق فيما البقية بشضايا رصاص الحي ورصاص الحي ولا إصابات حرجة هذا يبقي الباب مفتوحا أمام فترة الأعياد اليهودية القادمة بأن قبر يوسف والمقامات الدينية ستشهد مزيدا من عمليات الاقتحام لكن التطور اللافت هل ثمت عبوة أخرى قد زرعت وأعدت مسبقا لإقتحام قادم خالد بدير قناة الغد نابلس فلسطين ترجمة نانسي قنقر